اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الورفرين مقدمة للمستخدمين الجدد مقدمة كثيرا ما تتشكل جلطات دموية لدى الاشخاص المصابين بامراض تؤثر على الاوعية الدموية او القلب من الممكن ان تكون الجلطات الدموية خطيرة بالنسبة لبعض الاشخاص وقد تؤدي الى فقدان احد الاطراف او الى السكتات او الوفاة من الممكن ان يطلب مقدم الرعاية الصحية من مريضه تناول مرقق للدم من اجل المساعدة في الوقاية من الجلطات الدموية الضارة ان الورفرين هو من الادوية الكثيرة الاستخدام المميعة او المرققة للدم يساعد هذا البرنامج في فهم فوائد الورفرين ومخاطره فوائد الورفرين عند الاصابة تسبب مواد طبيعية مخثرة في الدم في تصلب الدم لاغلاق موضعي الاصابة وتساعد الجلطة المتكونة في التقليل من فقدان الدم او النزف من الممكن ان تتشكل لدى بعض المرضى جلطات دموية ضارة تدعى باسم خثرات وذلك في داخل الاوعية الدموية وقد يحدث هذا اذا كان الشخص مصابا باحد امراض القلب او الاوعية الدموية ومن الممكن ايضا ان تحدث هذه الحالة بعد عملية جراحية من الممكن ان يزداد حجم الجلطة الدموية بحيث تسد جريان الدم ضمن الوعاء الدموي ومن الممكن ايضا ان تنتقل الجلطة الدموية ضمن الجسم وهذا ما قد يسبب الضرر في تلك الاجزاء ان الجلطة الدموية او الخثرة في شرايين الدماغ يمكن ان تمنع تدفق الدم مما يؤدي الى حدوث سكتة وتشتمل اعراض السكتة على ما يلي ضعف خدر تشوش صعوبات في الكلام والفهم ضعف الرؤيا ومن الممكن ايضا ان تؤدي الجلطة الى شلل تام بل حتى الى الوفاة تحدث النوبة القلبية عندما تؤدي خثرة دموية الى توقف جريان الدم الى القلب وتشتمل اعراض النوبة القلبية على ما يلي الم صدري قصر النفس احتمال ظهور الم في الدراع والفك من الممكن ايضا ان تؤدي النوبة القلبية الى فقدان الوعي او الى الوفاة من الممكن ان يؤدي تشكل جلطة دموية في الشرايين الذاهبة الى الدراع او الساق الى الم شديد واحساس بالبرودة او الى عدوى تدعى باسم الغنغرينة وقد يؤدي هذا الى ضرورة بتر الطرف المصاب يحدث الانصمام الرئوي عندما تؤدي خثرة دموية الى ايقاف جريان الدم الى الرئتين وهذا ما قد يؤدي الى قصر النفس او الى الوفاة يكون جميع الناس معرضين الى بعض الخطر من حيث تشكل جلطة دموية ضرة لكن الاشخاص المصابين بامراض قلبية وعائية وبعدم انتظام ضربات القلب او الذين لديهم اجهزة طبية مزروعة في اجسامهم يكونون معرضين لخطر اكبر كما ان الاشخاص المضطرين الى ملازمة الفراش يكونون معرضين لخطر اكثر من غيرهم ايضا من اجل تقليل خطر الجلطات الدموية الضارة يمكن ان يطلب مقدم الرعاية الصحية من مرضاهم تناول دواء يدعى باسم مرقق الدم ان الورفرين دواء شائع مرقق للدم يعطى بموجب وصفة طبية يقلل الورفرين قدرة الجسم على تشكيل الجلطات وهذا ما يقلل احتمال تشكل جلطات دموية ضارة داخل القلب والاوعية الدموية او حول الاجهزة الطبية المزروعة في الجسم كالصممات الميكانيكية مثلا يخبر مقدم الرعاية الصحية مريضة عن طول المدة التي يجب ان يتناول الورفرين خلالها وقد يكون بعض المرضى في حاجة الى تناول الورفرين طوال حياتهم مخاطر الورفرين ان للورفرين بعض المخاطر مثله مثل اي دواء اخر لكن معرفة المريض بهذه المخاطر قد تساعده في تجنبها او في اكتشافها في وقت مبكر اذا حدثت بما ان الورفرين يقلل قدرة الجسم على تشكيل الجلطات الدموية فان المريض الذي يتناول الورفرين ينزف مدة اطول بعد الاصابة بالمقارنة مع المريض الذي لا يتناول الورفرين من الممكن ان يؤدي طول مدة النسف الى فقدان كمية كبيرة من الدم اذا اصيب الشخص في حادث مثلا ومن الممكن ان يؤدي النسف الغذير الى الوفاة من الممكن ايضا ان يكون النسف الذي يحدث في داخل الدماغ قاتلا حتى في الحوادث الصغيرة من الممكن ايضا ان يكون النسف السريع خطيرا عندما يحدث في داخل الجسم وعلى سبيل المثال اذا حدث نسف في المعدة بسبب القرحة فان الجسم لا يفتطيع ايقاف هذا النسف بسهولة وهذا ما قد يؤدي الى الوفاة لهذه الاسباب يقوم مقدم الرعاية الصحية باعطاء المريض الكمية الكافية من الوفرين من اجل ترقيق الدم من غير المبالغة في ترقيقه اذا لم يكن الدم مرققا الى الحد الكافي فمن الممكن ان تتشكل جلطات دموية في الاوعية الدموية والقلب واما في حال زيادة ترقيق الدم فان المريض يتعرض لخطر زيادة طول زمن النسف على المريض ان يتناول كمية الوفرين التي وصفها له مقدم الرعاية الصحية وعليه ايضا ان يفحص مخدار ترقيق الدم لديه وذلك على نحو المنتظم ان الوفرين يشبه مادة كيميائية مستخدمة في بعض مبيدات الفئران لكنه يستخدم بكمية اقل وتتم مراقبته بحذر للتأكد من انه غير سام للانسان برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية تناول الوفرين تكون اخراس الوفرين مختلفة الالوان ويحتوي كل لون على جرعة مختلفة من الوفرين يحدد مقدم الرعاية الصحية لمريضه الجرعة الافضل بالنسبة لحالته كما يحدد له وقت تناولها هناك بعض الاختلافات الجينية بين المرضى تجعل بعض الاشخاص اكثر حساسية للوفرين ومن الممكن ان يكون الفحص الجيني مفيدا لتحديد ما اذا كان المريض حساسا للوفرين واذا كان المريض حساسا فقد يكون في حاجة الى تناول مقدار اقل من الجرعة المعتادة ان على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية عن ذلك على المريض الذي يتناول الوفرين يوميا ان يأخذ القرص في الوقت نفسه من كل يوم يبدأ مقدم الرعاية الصحية باعطاء المريض جرعة الوفرين التي يتوقع انها اكثر فعالية بالنسبة له ومن الممكن بعد ذلك ان يتم تعديل جرعة الوفرين اذا وجد مقدم الرعاية الصحية انها اكثر او اقل من اللازم اذا كان ترقيق الدم اكثر مما يجب سيقلل مقدم الرعاية الصحية من جرعة الوفرين اما اذا لم يكن الدم مرطقا بما فيه الكفاية فسيزيد مقدم الرعاية الصحية جرعة الوفرين التي يتناولها المريض يأخذ مقدم الرعاية الصحية او الممرضة مقدارا صغيرا من دم المريض من اجل معرفة ما اذا كانت الجرعة صحيحة ويدعى هذا الاختبار باسم فحص زمن البروثرومبين وهو معروف ايضا باسم فحص البروتايم او فحص PT او فحص INR زمن البروثرومبين من اجل فحص زمن البروثرومبين تقوم الممرضة او فني المختبر بسحب خمسة سنتيمترات مكعبة من الدم من احد الاوردة في ذراعي المريض وفي مختبر الدم تتم اضافة مواد كيميائية الى عينة الدم من اجل تحديد مدى ترقق الدم عادة ما تظهر النتائج هذا الفحص بعد بضعة ساعات من اخذ الدم من المريض او بعد ساعتين فقط في حال الحاجة الى معرفة النتائج بسرعة يحطي فحص البروتايم رقمين مهمين زمن البروثرومبين PT ومعدل القياس الدولي INR ويظهر كل رقم من هذين الرقمين مقدار ترقق الدم او تميعه بالنسبة للمرضى الذين لا يتناولون اي نوع من انواع مرققات الدم يكون زمن البروثرومبين في حدود 12 ثانية في حين يكون رقم INR في حدود 1 اما لدى المرضى الذين يتناولون مرققات الدم فان الرقمين يكونان اعلى من ذلك يعتمد مجال رقم INR على الحالة الصحية للمريض سيخبر مقدم الرعاية الصحية مريضه عن مجال رقم INR الافضل بالنسبة لحالته اذا كان رقم INR اقل مما يجب فسيصف مقدم الرعاية الصحية للمريض جرعة اعلى من الورفرين اذا كان رقم INR اعلى مما يجب فسيصف مقدم الرعاية الصحية للمريض جرعة اقل من الورفرين ضبط زمن البروثرومبين يجب ان يساعد مقدار الورفرين المصوف للمريض في ابقاء رقم INR ضمن الحدود المقبولة لكن المرضى والنظام الغذائي والنشاط الجسدي وكذلك الادوية الاخرى التي يتناولها المريض يمكن ان يكون لها تأثير على مدى ترقق الدم وفي هذه الحالة يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض ان يفحص رقم INR على نحو منتظم يستطيع المريض ان يقوم باشياء كثيرة لوقاية نفسه من التغيرات المفاجئة في رقم INR والهدف من ذلك هو مساعدته في المحافظة على مستوى ترقيق الدم المطلوب من اجل المحافظة على مستوى ترقيق الدم المطلوب فان على المريض ان يتناول الجرعة الصحيحة من الورفرين التي وصفها له مقدم الرعاية الصحية وذلك في الوقت نفسه من كل يوم على المريض ان يفتشير مقدم الرعاية الصحية قبل تناول اي ادوية جديدة وخاصة الادوية التي تباع من غير وصفة طبية والمضادات الحيوية والفيتامينات ومنتجات الاحشاب على المريض ان يفتشير مقدم الرعاية الصحية عن المنتجات التي تحتوي على الاسبرين وعليه ان يتجنب المنتجات التي تشبه الاسبرين ومنها ادوية الادفيل والييف اما بالنسبة للادوية المخفضة للألم التي تباع من غير وسط طبية فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية عن امكانية استخدام دواء أسيتومينفين كخيار لذلك على المريض ان يبلغ مقدم الرعاية الصحية عن اي اعراض جديدة او غير مألوفة قد تظهر لديه على المريض ان يتقيد بتعليمات مقدم الرعاية الصحية فيما يخص وقت تناول الورفرين واذا نسي تناول احدى الجرعات فلا يجوز ان يأخذ قرصا اضافيا من اجل تعويض ذلك ان المحافظة على النشاطات اليومية المنتظمة يقلل الحاجة الى تغيير جرعة الورفرين وعلى المريض ان يحافظ على ثبات عاداته في الاكل والنشاطي الجسدي ان الاكثار من تناول المأكلات التي تحتوي على فيتامين كي يمكن ان يؤدي الى انقاص زمني البروثرومبين ولهذا السبب يتعين على المريض ان يحافظ على ثبات كمية فيتامين كي في طعامه ان المأكولات التالية غنية بفيتامين كي كبد البقر البراكلي الحمص الشاي الاخضر وتعتبر المأكولات التالية ايضا غنية بفيتامين كي كارنا بروكسيل الفجل الاخضر الليفت البقدونس السبانخ اذا كان لدى المريض اي اسئلة فيما يتعلق باي مأكولات اخرى فان عليه ان يعود الى دليل الورفرين او ان يسأل مقدم الرعاية الصحية على المريض ان يحرص على عدم تغيير كمية الخضار الورقية والخضراء التي يتناولها ويجب ان يتناول كمية صغيرة منها لكن بشكل ثابت وعليه ان يتجنب منتجات V8 والمنتجات التي تحتوي على عصير التوت البري والغريب فروت ومن الممكن ان يسبب الشاي الاخضر ايضا تغيرات في رقم INR اذا لم تكن الكمية التي يتناولها المريض ثابتة يؤثر الكحول في نتائج فحص اختبار البروتايم او INR يمكن ان يقلل شرب الكحول من فعالية الورفرين يجب تجنب تناول الكحول كلما كان مقدار النشاط الجسدي والتمرينات الرياضية التي يقوم بها المريض كل يوم ثابتا او متشابها كلما قل احتمال قيام مقدم الرعاية الصحية بتغيير كمية الورفرين التي يتناولها ان من المهم فحص زمن البروترومبن لدى المريض وبشكل منتظم وسيحدد مقدم الرعاية الصحية لمريضه اوقات اجرائه هذا الفحص عندما يتلقى مقدم الرعاية الصحية نتائج الفحص من المختبر فانه سيخبر المريض ان كان عليه ان يزيد كمية الورفرين التي يتناولها او ان ينقصها وباي مقدار ان على مرضى الذين يتناولون الورفرين ان يسألوا الصيدلي ومقدم الرعاية الصحية قبل بدء تناول اي دواء جديد وخاصة المضادات الحيوية والادوية التي تباع من غير وصفة طبية ان تناول الورفرين الى جانب بعض الادوية الاخرى يمكن ان يكون امرا خطيرا يجب ان يحرص المريض على ابلاغ جميع مقدم الرعاية الصحية بمن فيهم طبيب الاسنان ايضا بانه يتناول الورفرين وخاصة في حالة اجراء اي نوع من انواع العمليات الجراحية او في حالة الحقن عندما تتناول المرأة الورفرين فان عليها دائما ان تخبر مقدم الرعاية الصحية اذا كانت حامل او اذا كانت يمكن ان تكون حاملا وذلك لان من الممكن ان يسبب الورفرين تشوهات ولادية خطيرة لدى عدد قليل من الاجنة وذلك عند تناوله في الثلث الاول من الحمل كما يمكن ان يسبب الورفرين حالات نسف شديدة خلال الولادة على المريض ان يتوخى الحرص عند استخدام السكاكين عند اعداد الطعام ومن الممكن ايضا ان تؤدي شفرات الحلاقة وفرشات الاسنان القاسية الى حدوث نسف ومن المستحسن ان يستخدم المريض آلة الحلاقة الكهربائية وفرشات اثنان ناعمة بدلا من ذلك يوصل مرضى الذين يتناولون الورفرين بارتداء سوار الانذار الطبي ويكون هذا مهما بشكل خاص في حالات الطوارئ الطبية عندما يكون المريض غير قادر على التواصل مع مقدم الرعاية الصحية متى تكون استشارة مقدم الرعاية الصحية ضرورية من الطبيعي ظهور بعض الاثار الجانبية للورفرين ومن هذه الاثار التطبل تغيرات في المذاق القشعريرة او الشعور بالبرد غازات او الام في البطن تساقط الشعر اذا اصبحت هذه الاثار الجانبية شديدة او اذا لم تختفي فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية حتى اذا كان المريض يتناول الكمية المصوفة له من الورفرين فان حدوث نسف داخلي خطير او جلطات دموية يظل ممكنا وبالتالي فان من المهم ان يبلغ المريض مقدم الرعاية الصحية عن اي علامات تشير الى حدوث نسف داخلي او جلطة دموية ويناخش هذا القسم متى تكون استشارة مقدم الرعاية الصحية ضرورية يجب ان يقوم المريض او احد اصدقائه او افراد عائلته بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية اذا تعرض المريض لسقوط خطير او اذا اصاب رأسه وخاصة اذا ظهر لديه صداع بعد ذلك او اذا شعر بالنعاسي او الضعف وقد يرى مقدم الرعاية الصحية عند ذلك ان هناك حاجة الى التأكد مما اذا كان لدى المريض نسف دماغي اذا لاحظ المريض وجود اي دم في بوله او برازه او اذا صار لون البول او البراز داكنا فان عليه الاتصال بمقدم الرعاية الصحية وفي هذه الحالة من الممكن ان يبحث مقدم الرعاية الصحية في التحقق من وجود نسف داخلي في الجهاز الهضمي او في الجهاز البولي اذا لاحظ المريض ظهور كدمات غير مألوفة او مساحات كبيرة من التكدم او علامات زرقاء وسوداء على جلده لاسباب غير معروفة فان عليه ان يخبر مقدم الرعاية الصحية بذلك فقد تشير هذه العلامات الى وجود نسف تحت الجلد ان الكدمات الصغيرة التي تحدث بسبب الحوادث البسيطة كاستضام الساق بالاثات مثلا هي شيء طبيعي لا يستدعي الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية اذا ظهر لديه ما يلي دوخة صعوبة في التنفس الم او ضغط في الصدر تعب او ضعف اكثر من المعتاد من الممكن ان تكون هذه كلها من العلامات التي تشير الى فقدان الدم وفقر الدم يجب ان يبلغ المريض مقدم الرعاية الصحية في حال حدوث نسف لا يتوقف بسبب الجرح او من الانف وعليه ان يتصل بمقدم الرعاية الصحية اذا استمر هذا النسف اكثر من سبع دقائق يجب ان يتصل المريض بمقدم الرعاية الصحية اذا لاحظ نسفا اكثر من المعتاد عند تنظيف اثنانه بالفرشات او بخيط الاسنان اذا كانت المريضة في حالة الحيض فان عليها ان تخبر مقدم الرعاية الصحية اذا لاحظت حدوث نسف اكثر من المعتاد خلال الحيض وعليها ايضا ان تخبره اذا كان يحدث عندها نسف بين دورات الحيض اذا كان المريض مصابا بحمى مرتفعة او بمرض يبدو انه يتفاقم فان عليه ان يستشير مقدم الرعاية الصحية ايضا على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية ايضا اذا لاحظ وجود دم عندما يسعل او يتقيع او اذا كان برازه سائلا او مائعا او اذا اصيب بعدوى ادت الى حم مرتفعة وقشعريرا على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية اذا لاحظ اي الم او تورم في اي من المفاصل وذلك لان هذا يمكن ان يشير الى وجود نسف داخل المفصل على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية على الفور اذا ظهر لديه ما يلي طفح جلدي بحة في الصوت شرى حتى مشكلات في البلع اذا ظهرت لدى المريض اعراض تشبه اعراض الانفلونزة فان عليه ان يستشير مقدم الرعاية الصحية فورا وقد يكون من بين هذه الاعراض ما يلي اسحال غثيان تقيع على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية فورا اذا كان لديه عدوى فقدان شهية الم في القسم العلوي الايمن من البطن اصفرار العينين او الجلد على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية فورا اذا لاحظ تورما في العينين الوجه الحلق اللسان الشفتين وعليه ايضا ان يستشير مقدم الرعاية الصحية اذا تورم كفاه او قدماه او كاحلاه او اسفل ساقيه اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة من الممكن ان تتشكل لدى المرضى المصابين بامراض القلب والاوعية الدموية او المرضى الذين صارت حركتهم محدودة بعد عملية جراحية جلطات ضارة في داخل الاوعية الدموية ان الورفرين نوع شائع الاستخدام من انواع مرققات الدم التي تعطى بموجب وسط طبية وهو يساعد في تقليل خطر حدوث الجلطات الدموية الضارة في الجسم ان الورفرين بعض المخاطر مثله مثل بقية الادوية لكن معرفة المريض بهذه المخاطر تساعده في الوقاية منها او في اكتشافها في وقت مبكر اذا حدثت يبدأ مقدم الرعاية الصحية باعطاء المريض جرعة الورفرين التي يرى انها اكثر فعالية بالنسبة له لكن من الممكن ان يقوم بتعديل جرعة الورفرين اذا وجد انها اعلى مما يجب او اقل مما يجب يجري مقدم الرعاية الصحية للمريض فحص زمن البروثرومبين الذي يعرف ايضا باسم بروتايم PT او فحص INR وهذا الفحص يساعد مقدم الرعاية الصحية في تقرير ما اذا كانت جرعة الورفرين هي الجرعة الصحيحة للمريض ان الورفرين امن نسبيا اذا تناوله المريض بشكل صحيح وعلى المريض فحص زمن البروثرومبين وبشكل منتظم وان يحافظ على ثبات عاداته في الاكل والنشاط الجسدي بالاضافة الى تواصله مع مقدم الرعاية الصحية عند الحاجة قد يقوم مقدم الرعاية الصحية باحالة المريض الى احدى العيادات المختصة بمنع التجلط ان لدى العاملين في هذه العيادات خبرات ومهارات طبية من اجل مراقبة المعالجة بالورفرين شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين شكرا لاستخدامكم بشكل صحيح